ثائر عمر ثائر يعني حقيقة الأوضاع ورد أوكرانيا على هذه الاتهامات الروسية بتعرض المنطقة لهجمات بمسيرات لحت تاريخ هذه اللحظة الحكومة الأوكرانية لم تصدر أي بيانا رسميا فيما يتعلق بهذه الهجمات وهنا أعني أنا هجمات الطائرات المسيرة ونحن كنا سابقا قد تعودنا أن الحكومة الأوكرانية تتحجب وتتمنع من إنشاء أو إصدار بعض التصريحات فيما يخص بمثل هذه الهجمات لكن القرار الحكومي والحكومة الأوكرانية إصداراتها وبينتها فيما يتعلق بالتوغلات لمثل هذه المجموعات التي تطلق على نفسها روسيا الحرة كان واضحا منذ بداية هذه العملات وقالت أن هذا الأمر هو أمر روسي داخلي وليست لنا علاقة به لكن أليكسي دانييلف رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني كان قد أشار في بعض التصريحات له صباح هذا اليوم وقال أنه من الممكن أن نرى مثل هذه التوغلات والاقتحامات في عدد من المدن الروسية المتخمة مثل مدينة برانسك وبيلغراد وغيرها من المدن المتخمة للحدود الأوكرانية وقال أن مثل هذه العمليات قد تكون هي نتيجة للسياسة التي تتبعها موسكو في العنصرية حسب ما أشار إليها في بعض هذه الكلمات وهي نتائج طبيعية لهذه العمليات التي تقوم بها مثل هذه المجموعات هذا من ناحية موسكو ميدانيا هناك 41 غارة جوية وأكثر من 50 تربصة روخية هي حصيلة الهجمات الروسية على طول خط الجبهة في الجبهة الشرقية تحديدا حسب ما أشارت إليه بيانات وزارة الدفاع الأوكرانية صباح هذا اليوم القوات الأوكرانية أيضا استطاعت من التصدي إلى أكثر من 30 هجوم بري للقوات الروسية تمحور على المحاور الأربعة الرئيسية في هذه الجبهة بين كوبيانسك وليمن وباخموت وأفديفك ومارينكا لكن تبقى بؤرة الصراع هنا في أوكرانيا في الجبهة الشرقية تحديدا هي مدينة باخموت ومدينة مارينكا مارينكا هذه المدينة الصغيرة في الآوي الأخيرة باتت تشهد عمليات قتالية بين تلك القوات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية لكن باخموت تبقى ربما هي الحدث الأهم في ظل تمسك الرواية الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية ما زلت تكتسب لها موضع قدم في هذه المدينة وتحديدا في حي لتاك هي تتمركز في بعض المباني السكنية المرتفعة وبعض المباني الصناعية في جنوب غرب هذا الحي سرهية شيريفاتي تحدث أن هذه القوات التي تتمركز في هذه الأماكن صباح هذا اليوم قال أنها باتت تعزز من قدراتها الدفاعية وتمنع القوات الروسية من بسط سيطرتها الكاملة وهي تتغذى السلاح من خلال الخط الاستراتيجي الذي يربط مدينة باخموت بمدينة جازفير الذي أطلق عليه أيضا سابقا المتحدث باسم القوات الشرقية هو بخط الحياة لأنه هو الخط الوحيد الذي يتزود به القوات الأوكرانية بالدعم الاستراتيجي والسلاح أليكساندر سيلسكي قبل قليل وهو القائد البري للعمليات الشرقية في تلك المنطقة أشار إلى أن القوات الأوكرانية باتت تحرز تقدما ملموسا على أطراف هذه المدينة في الجهة الشبالية والجهة الجنوبية هذا التطور ربما تستخدمه القوات الأوكرانية في وقت لاحق لعملية التصدي للقوات الروسية ومنعها من التقدم إلى بواضع أخرى بهذه التطورات أشار أيضا أليكسي دانييلف رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني في بعض تصريحات إليه التي تزامنت مع تصريحات شيريفاتي صباحا هذا اليوم أن القوات الأوكرانية حتى أنها في سيطرتها على هذه الأطراف تكتسب قوة نارية كبيرة لضرب القوات الروسية المتواجدة في منتصف مدينة باخبود هذه الأوضاع بشكل عام على الجبهة الشرقية جنوبا أيضا في خرسون هناك 61 عملية قصف قامت بها القوات الروسية للمناطق المتاخبة للجبهة في تلك المنطقة